موسيقى مساء الفل والهنى والسعيدة والتفاق والحب مساء كل حاجة حلوة عليكم النهاردة هتكلم معاكم عن الطب طبعاً انتوا عارفين ان الطب دايماً في تقدم وتطور واختراع وكل ما هو جديد النهاردة معنا مركز متخصص جداً في جميع أنواع الجراحات والمناظير طب المناظير مركز دكتور أحمد طالع استشاري مناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والسمنة والنحيفة وزميل الجامعية الأوروبية للتغذية وعلاج السمنة وزميل الجامعية المصرية للتغذية وعلاج السمنة أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك وجمعين سدق مشاهدين أهلا بحضرتك أول حاجة هم بارك لك على المركز الجديد الله يبارك فيك ربنا يجعله فتحت خير على حضرتك عايزينك تتكلمنا عن المركز الجديد ومكانه احنا عاملين مجموعة بمراكز متخصصة هي احنا متخصصين في أمراض الجهاز الهضمي في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي وتشخيص وعلاج السمنة بمضعفاتها أو النحافة يعني بمعنى صحة حضرتك لو مريضة هتلاقي لو انت عندك مشكلة في السمنة أو مشكلة في القولون أو الجهاز الهضمي هيبقى تحت سقف واحد عن طريق اللي احنا بنتبع لسليب الحديثة والاجراءات الخاصة بنظام الصحة العالمية بالنسبة لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي أو حتى تشخيص وعلاج السمنة يعني ببساطة المريض لو هو محتار يعمل ايه في المشكلة عنده في الجهاز الهضمي كل اللي احنا اللي كان مطلوب منه اللي هو يجي يشرفنا واحنا جميع الفحوصات أو أساليب التشخيص أو حتى أساليب العلاج موجودة عندنا حضرتك احنا عارفين في مبادرة حضرتك عاملها هتخص يعني هتخص بالزبط حضرتك عايزين تكلمنا عن مبادرة دي هي حاجة بسيطة كده اللي احنا عاملين الكشف مجانا والمتابعات لغير القادرين مديا أو أصحاب الهلم فيديو المركز معنا ده المركز بتاع شارع جامعة الدول العربية وده أجدد الفروع عندنا وعندنا برضو في شارع الأسر العيني في وسط البلد وفي التجمع الخامس حضرتك المبادرة اللي حضرتك بنتكلم عليها دي هتخص يعني هتخص بزرط ايه المبادرة دي المبادرة لأي شخص غير قادر على الدفع أو أي شخص من أصحاب الهمم أو أي شخص حتى ما عنده مشكلة مادية في علاج أمراض الجهاز الهضمي أو السمنة يشرفنا بدون أي مقابل هيتم عمل الفحوصات اللازمة ليه وهيتم عمل اللازم وجميع متابعاته مجانا عن طريق البرنامج أو عن طريق حضرتك بالزبط بالزبط مرسي خالص لزوءك شكرا ربنا أدرك على فعل الخير حضرتك النهاردة عايزين نتكلم عن مرض الكورونا اللي هو منتشر في جميع دول العالم حضرتك عايزين نعرف المشاهدين إزاي الناس تفرق ما بين مرض الكورونا والإنفلوانزة العادية ببساطة للشخص لو عنده أعراض الإنفلوانزة لازم يخلي باله من الأعراض والمضاعفات بتاعت الإنفلوانزة العادية اللي هي عبارة عن رشح احتقام في الزور كحة وارتفاع درجة حرارة طبعا احنا بنفرق ما بين دي و دي عن طريق اللي احنا العراض الإنفلوانزة العادية بتبقى لديها أدوية احنا عارفينها الكورونا ملوش أدوية عن طريق الحرارة برضو الكورونا بيبقى درجة الحرارة أعلى سنة الكورونا بتبدأ في احتقام في الزور وبعد كده كحة نشفة وبعد كده ألام في الجسم كلها وبتنتهي به الحرارة العالية يعني ببساطة لو جينا بصينا على فيروس كورونا مختلف عن دور البرد أو الانفلوانزة العادية الفيروس كورونا بيخش في الحواصلات الهوائية الخاصة به تبادل الدم المؤكسد والدم الغير مؤكسد اللي هي عملية التنفس بتاعتي الطبعية فهو بيأثر على التنفس فبالتالي اي شخص بيعاني من دور برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو احتقام في الزور أو ألام في الجسم وتكسير في جسمه يريد يتجه الآية رب مستشفى وقارة طبيب لي عشان يفهم الأعراض دي ايه بالضبط ويقي نفسه ويقي صورته طب لو حد عنده المرض ده في البيت ازاي يقي نفسه يقي أهل البيت نفسهم انه ما يوصلهمش المرض ده ببساطة اللي هو يعزل نفسه ما يتعاملش مع أي شخص من أفراد البيت ويعمل عزل نفسه حتى لو فقطه وبرده لازم يبقى تحت إشراف طبي لازم وزارة الصحة تبقى عارفة عشان حتى ممكن يبقى هو عن ضر برد عادي فبالتالي لما هعمل فحوصات اللازمة مش هحتاج اللي أنا أعزله أو مش هحتاج اللي هو يعزل نفسه أو يحبس نفسه لا فاحنا الطبيعي اللي احنا لو شخص عنده مشكلة يعمل فحوصات اللازمة ولحد ما يعمل فحوصات اللازمة به يريد يعزل نفسه حتى أبسط حاجة في قطه محدش يغشله محدش يطلع له ما يتعاملش مع حد في الأكل والشرب والشوك والسككين أو حتى في الفوض مرسي خالص شكرا خضراتك دلوقتي هنتكلم عن الجهاز الهضمي مناظر الجهاز الهضمي خضراتك احنا عارفين أن القولون العصبي ده ممنتشر الأيام ديت خضراتك عايزين نكتكلمنا عنه الأمراض الجهاز الهضمي ببساطة كانت زمان بتبقى مشكلة عشان احنا ما بنعرفش نشخصها بس التقدم العلمي الحديث دلوقتي اللي احنا لو عندنا أي مشكلة مشكلة الجهاز الهضمي ما ينفعش اللي احنا نجي نقول قولون أو قولون عصبي عن طريق اللي احنا ببساطة اللي احنا بيبقى فيه منظار بنعمله خاص بالقولون يعني ببساطة لو انا شاكك اللي عندي قولون عصبي أو عندي قولون تقرحي أو عندي قولون وتدخم في قولون عادي جدا أنا ببساطة بسأل المريض عن الأعراض بتاعته ايه هل الشخص بيعاني من تكريع مستمر حموضة انتفاخ في البطن غزات بزيادة امساك اسهال كل حاجات دي كلها في التاريخ المرضي وبعد كده بتجه نحو التشخيص عن طريق اللي احنا لأيما نشوف اللي خارج من الجهاز الهضم ايه عن طريق تحليل البراز وجرسومة معدف البراز ودم خفيف البراز والتحليل دي مهمة جدا وناس بتشوفها تفهأ مع انها اهم كتير قوي من تحليل اخرى عن طريق اللي تحليل البراز ده بيبين اذا كان فيه صديد ولا لأ اذا كان فيه ديدان ولا لأ اذا كان فيه عسرهضم بالنسبة للنشويات او البروتين او حتى اللحوم فبالتالي اي شخص بيعاني من عسرهضم اي شخص بيعاني من القولون او القولون العصبي سهل جدا لانت تكتشف ايه الحاجات اللي بتلغبط لك بطنك وتعمل انتفاق في القولون عن طريق تحليل البراز البسيط اللي موجود في اي مكان وتحليل البراز نفسه هو اللي هيبين ايه من المشاكل او ايه الاكل والشرب اللي بيعمل لي عسرهضم ده اول تحليل لازم الشخص يعمله تاني تحليل وهو الدم خافي في البراز ناس كتير جدا مصابين من القولون العصبي او مشاكل في القولون بتنتج عنها امساك مزمن فالامساك بيؤدي الى زيادة الضغط في الجهاز الهضمي وبالذات الجزء السفلي فبيؤدي الى زيادة فرص حدوث الزواد اللحمية او فرص حدوث البوسير الداخلية او نصور الشراجي كل ده بيجي من فيه بريشر او فيه ضغط وانا عندي امساك فبالتالي برضو نصيحة لأي شخص بيعلم القولون او القولون العصبي وعد فترة 24 ساعة ما دخلتش الحمام براز يريد لازم تتجل الطبيب المختص لازم تبدأ التشخيص عشان خاطر القولون وامراض القولون هتؤدي بعد كده الى مشاكل جراحية وهي البوسير او ببساطة الزوايد اللحمية او النصور الشراجي يعني ببساطة ما ينفعش اللحنة ما نواجهش المرض قصب القولون ونزبط اكلنا وشربنا وخلاص لا عشان خاطر ممكن تبقى فيه مشكلة حصلت اثناء المشكلة بتاعت القولون هتؤدي الى اننا لازم اعمل جراحة فبالتالي نصيحة لأي حد بيعاني من القولون اتجه لأهل الخبرة اعمل التشخيص اللازم وده بسيط عن طريق تحليل البراز وجرسومة معدة في البراز ودم خفيف البراز ده موجود فأي معمل جنبي وتبقى أسعار رمزية واتجه للطبيب المختص عشان تعرف القولون ده هل هو قولون عصبي ولا قولون تقرحي ولا ألام قولون عادي عشان كل حاجة بالنسبة لنا بيبقى لها طريقة علاج يعني القولون العصبي لازم نتناقش مع الشخص ونفهم امتى القولون بيوجعوا بعد كام ساعة من الأكل هل في أكلات معينة هي اللي بتعمل المشاكل دي هل العصبية هي اللي بتعمل المشاكل دي ولازم اللي احنا نعالجها حتى لو اللي انا لازم أعرض المريض على أخصائي أمراض نفسية مفهاش مشكلة طب احنا بالنسبة لنا القولون العصب لازم نعالجه عن طريق اللي احنا نشخص اللي هو مش قولون تقرحي بالذات قولون تقرحي في ناس كتير أو بتاخد بالها منه في الآخر بعد ما يكون عامل مضاعفات وقرح وأورام سرطانية فياريت نصيحة لأي حد بيعاني من مشاكل في القولون بيعاني من إمساك مزمن ابدأ بالتشخيص أول تشخيص التشخيصات البسيطة تحليل البراز والجرسومة والدم الخفي وبعد كده لو أنا شايف مشكلة أو شايف دم خفي في البراز أو شايف نسبة صديد عالية ساعتها بضطر لأنا أعمل منزار قولوني وده كان زمان كان فيه مشكلة بس الوقت بقى من الحاجات البسيطة السهلة جدا هي مناظر الجهاز الهضم معنا بتجيب منزار يا دكتور زي ما احنا شايفين منزار الجهاز الهضمي هو دلوقتي أحدث حاجة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي المريب بيجي صايم 8 ساعات بياخد منوم 5 دقيقة وليس مخدر فبالتالي المنزار بينفع لطفل سنة أو واحد عنده 90 سنة وقلبه ضغطه السكر ما فيهوش أي مضاعفات حتى المرضى لقلبه والضغط وبنخش بكاميرا بسيطة زي ما احنا شايفين في المريء والمعدة والإسن عشر وبنتطمن على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي طب فايدة المنزار هو فايدة تشخصية وفايدة علاجية يعني بساطة اللي أنا بشوف بالكاميرا زي عناية ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز أو التهابات أو قرح المعدة أو جرسومة المعدة أو التهابات الإسن عشر وكمان لو فيه زوايد لحمية أو فيه أي مشاكل في الجهاز الهضمي سهل جدا لأنا بشيلها ويبقى تساعتها التشخيصي وعلاجي كمان لو أنا جوة وشايف اللي فيه خلايا غريبة ممكن أخذ منها عينة بساطة والعينة دي هاوديها المعمل بسولوجي فبالتالي المعمل هيقول لي ايه نوع الخلايا فأنا كطبيب هعرف هعالجها ودي دايما غلطة بيقع فيها ناس كتير قوي أنا بعاني من حموضة مشاكل في المعدة ارتجاع مريء بروح الصيدلية أخد دواء ولكن الموضوع مش كده في ناس كتير بيتخطأ في الموضوع دي يا دكتور بالزبط بياخدوا أدوية من الصيدلية من غير ما بيرجعوا للطبيب المعالج فبتحصل مشاكل كتير في الجهاز بالزبط معين التشخيص بسيط جدا اللي احنا المريء بيجي صعيم 8 ساعات بياخد منوم 5 دقايق بنستعمل مناظير مضادة فيروسات فبالتالي مفهاش أي خطر وبطمن على كل الجهاز الهضمي وأنا بشوف المنظار يعني بمعنى صح لو فيه في المريء التهبات غير القرح غير ارتجاع المريء غير فتق الحجاب الحاجس كل حاجة بيبقى لها علاج حتى في المعدة كل الناس بتاخد أدوية حموضة وأدوية معدة ولكن لو أنا عندي جرسومة معدة أدوية الحموضة مش هتعمل حاجة لو أنا عندي قرحة معدة يبقى أنا ما ينفعش أستعمل أدوية الجرسومة فكل حاجة ياريت نخلي بالنا منها اللي احنا نشخصها عن طريق العلم دلوقتي تقدم كان زمان اللي أنا باعد أدي المريض مثلا كذا نوع دوة على مدار الأسبوع عشان خطر أنا مش عارف إيه اللي جوه بطنه بس دلوقتي سهلة جدا لنا بالمنظر حتى لو حتة معينة المريض بيشتكي منها ممكن ناخد منها عينة بسيطة في 3 أيام بتطلع نوع الخلايا دي فبالتالي أنا كطبيب وإنت كموري بتبقى فاهم إيه الخلايا اللي عندك سواء خلايا تقرحية خلايا جرسومة كل حاجة بيبقى لها علاج طب إزاي دكتور الإنسان يقل نفسه من جرسومة المعدة العلاج بتاعها جرسومة المعدة ببساطة بتيجي عن طريق الفود هندل الناس اللي بتعمل أكل والشرب يعني بمعنى صحة بتيجي عن طريق الأكلات السريعة والأكلات الجهزة والطبقين واللي ما بيستعملوش التعقيم تمام فبالتالي اللي أنا كشخص عندي جرسومة المعدة اللي أنا لازم أعمل التحليل بتاع جرسومة المعدة لكل الناس المحطين بي لابني أو بنتي أو زوجتي أو أمي أي حد بختالب بي فبالتالي لازم أتطمن عليه عشان أنا لما أبدأ العلاج أعلاجهم معايا فبالتالي هما ما يرجعوش يعدوني تاني يعني ببساطة جرسومة المعدة ده بتبقى جرسومة موجودة في المعدة بالنسبة لما بتزيد زيادة على زوم بتؤدي إلى مشاكل في المعدة بتؤدي إلى قرح والقرح ممكن تؤدي إلى مشاكل سرطانية وجرسومة المعدة من أهم الأسباب دلوقتي العالمية في السرطانات فبالتالي يا ريت كل شخص ظهر عنده جرسومة المعدة ابدأ بنفسك وابدأ بأسرتك وخلي بالك اللي أنت مش معنا اللي أنت جالك الجرسومة اللي أنت مش هجيلك تاني لأ ممكن تجيلك تاني وتالت ورابع لو أنت ما زبطتش أكلك وشربك فبالتالي نصيحة لأي حد عندك جرسومة معدة ابدأ علاجها فورا شوف اللي حواليك شوف ولادك شوف أسرتك لازم يعملوا التحليل والتحليل ببساطة في أي مكان موجود سواء في مركزنا أو في أي معامل تحليل عن طريق اللي احنا بنشخص الجرسومة عن طريق تحليل البراز الخاص بالجرسومة أو تحليل التنفس أو تحليل الدم فبالتالي الموضوع بسيط جدا عشان أكتشف إلا أنا عندي جرسومة ولا لا من أبسط ما يمكن أنا ممكن أود عين البراز للمعمل أو أعمل عين الدم في المعمل أشوف إذا كان عندي جرسومة ولا لا فبالتالي نخلي بالنا إلا أنا لو أنا مريد جرسومة إيه المضعفات بتاعتقل جرسومة الغسيان الحموضة ألم في المعدة وهي فضية ألم في المعدة برضو أثناء الأكل عسرة هضمة بالنسبة لأشخاص كتير جدا ممكن توصل لمرحلة اللي الأشخاص بتروح لطبيب أمراض نفسية وليس طبيب جهاز هضمي فنخلي بالنا من كل المضعفات دي كلها اللي احنا لازم لو أنا بعيني منها الحموضة أو مشاكل في الجهاز الهضمي ما ينفعش اللي أنا أشرب لبن ما ينفعش اللي أنا أشرب مياه غازية كل الحاجات دي لعلاج العرض وليس السبب ولكن نخلي بالنا اللي نسبة الحموضة اللي في جسمنا تكون متوسطة يعني لو أنا مريد جرسومة معدى أو ارتجاع مريء أو حموضة يريد نبع أننا على أحماض شوية اللمون النعناع برطقان الحاجات المسبكة اللي فيها سمنة وزيت نتجه لنعم ربنا أخضر وفاكها ونتجه نحو المشي أو المسلوق ولكن نبدأ عيد عن المسبك نبعد عن المقليات تماما نبعد عن الحاجات الحمضية بزيادة والسبيسي فود والأكل الحرائي طب حضرتك بعد المريض ما بيشفى من جرسومة المعدى حضرتك ممكن ترجع تاني النصيحة اللي ممكن تقدمها عشان ما ترجعش تاني جرسومة المعدى ببساطة لنا علاج الجرسومة بيتم عن طريق اللي احنا بناخد 14 يوم علاج سلاسي وبعد كده 15 أو 30 يوم علاج سنائي وبعدها بنعمل تحليل الجرسومة بيقولنا اللي ربنا شفانا إن شاء الله فبالتالي أنا مدام ربنا شفاني من جرسومة المعدى لازم أخلي بالي من السبب إيه السبب جهما عن طريق الأكل الشارع والأكل اللي مش مخصول كويس أو اللي أنا بتعامل مع أشخاص قردي عندهم جرسومة المعدى فياريت أي حد ربنا شفاني من جرسومة المعدى خلي بالك من أكلك وشربك كويس قوي الخضارة وفاكها يتغيسله كويس حتى لو هنشيل الإشرب بتاعت الخضارة وفاكها ما فيش مشكلة الأكل كله لازم يتغلي الأكل كله لازم يتعرض لضر الحرارة عليه عشان حتى لو فيه بكتيريا أو في أي مشاكل نحاول نبعد عن أكل الشارع قدر مستطاع عشان أكل الشارع أنا معرفش الشخص ده هل هو بيعمل أكل كان عنده جرسومة ولا لأ عنده ديدان ولا لأ فبالتالي كل المشاكل كلها بتيجي من الأكل الجاهز فنصيحة لأي أمة وأي حد بيسمعنا لو أي شخص مريض وعنده جرسومة المعدى ياريت ناكل في البيت ياريت نخلي بالنا من أكلنا وشربنا ياريت نتعود لكل واحد بيبقى ليه طبق وشوكة وسكينة وإزازة مية خاصة به عشان خاطر حتى لو فيه مشكلة ما تبقاش في كل الأسرة حضرتك برضو ارتجاع المريئة دكتور بيصيب 30% من النصريين حضرتك عايزين تتكلمنا عنه ومخاطره وهل بعد ما مريض بيشوف منه بيرجع تاني وحضرتك أنه بيسبب تعصر هضم انتفاخات المل القيء حضرتك عايزين تتكلمنا عنه ماشي احنا ببساطة ارتجاع المريئ بييجي عن طريق اللي احنا ربنا عملنا صمام ما بين الحمد والقلوي يعني بمعنى صح فيه صمام فأول المعدة والمعدة وسط حمدي ولكن المريء الجزء ده وسط قلوي والصمام بالضبط بيبقى تحت صدري بالضبط فبالتالي لو شخص بيعاني من ألام سككين أو طوبة إيلة تحت الصدر أو بيعاني من حمودة مستمرة دي بتبقى رحمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر الأحماض اللي في المعدة دي لو زادت زيادة على اللزوم هتؤدي إلى تآكل المعدة وتؤدي إلى السرطانات فبالتالي بتبقى رحمة من ربنا اللي الأبخرة والغزاة دي كلها بتطلع لفوق ولكن لما بتطلع لفوق بتقابل وسط قلوي وهو مريء والصمام مع مرور الأيام بيؤدي إلى تخازل الصمام أو الصمام بيبوز بمعنى أصح طب الصمام ده لو باز فبالتالي لأي أكل وشرب هيحصله ارتجاع أو هيرجع في غير مصاره وزائد الحمودة الزيادة يعني ببساطة أنا كشخص طبيعي فيه صمام ربنا عملهولي بيقي نفسي من الحمد والحمودة ولكن أنا بسبب أكلي وشرب الغلب بسبب زيادة الأحماض بسبب التدقيم بسبب الحاجات اللي فيها سامنة وزيت والمقليات والأكل المحرار الناس كشير بتطلع الحاجات دي هيؤدي إلى الصمام ده نفسه هيبوز طب الصمام ده هل هو بيبقى على درجات بالزبط احنا بالنسبة لنا اللي احنا اللي ببنيجي نعمل منظر في الارتجاع من الدرجة الأولى أو التانية أو التالتة وده كل ده بيبقى لي عندنا تقنيات أو زي سكاديول بنمقسمه بي وممكن المشكلة تتفاقم ويبقى فتئ في الحجاب الحاجز وليس ارتجاع وهي دي الخطر في كده الارتجاع المريء سهل جدا لأنا بأخذ أدوية الحمودة فبيهدى سهل جدا لأنا بعمنع الأكل السيء اللي أنا باكله فبالتالي المشكلة بتروح ولكن المشكلة لوصت ليه فتئ في الحجاب الحاجز هيؤدي إلى خروج جزء من المعدة في الجهاز التنفسي فالشخص ممكن يصاب بالغسيان وكمان ممكن يصاب بانقطاع التنفس عن طريق اللي فيه جزء من المعدة دخل في الجهاز التنفسي فبالتالي نخلي بالنا كويس قوي إلا أنا لو عندي حمودة أو عندي ارتجاع مريء ما سيبش نفسي اللي يحصل فتئ في الحجاب الحاجز ساعتها هيبقى ملهاش حل أو الحل حتى كمان الجراحي نسبته ضعيفة جدا في الشفاء فكل حاجة أنا لو أهملتها هتؤدي إلى مشاكل أكتر طب هل فعلا ارتجاع المريء لو أهملناه بيقادي إلى أمراض السرطانية بالضبط عن طريق اللي أنا بيحصل مشاكل بالنسبة للصمام ده ممكن يؤدي إلى بكتيريا وقرح والقرح أنا بتخزل عنها وما بديهاش أدوية أو ما بشوفهاش وشخصها فتؤدي إلى تغير في الخلايا الخاصة بالجهاز الهضمي وتؤدي إلى السرطانات فبالتالي زي ما أنا قلت لحضرتك احنا كتشخيص سهل جدا أي مريء بيعاني من ألام الجهاز الهضمي يريد شرفنا أو يتجه إلى أي دكتور جهاز هضمي سهل جدا لو هو الدكتور بالمنظر لو هو شايف خلايا غريبة هياخذ منها عينة فبالتالي أنا هعرف عالك كويس فبالتالي حتى لو في مشكلة سرطانية هبدأ ألحقها في صورة بسيطة جدا اللي أنا هشيل البقرة السرطانية وبعد كده الجهاز الهضمي بيرجع طبيعي تاني فكل ده بينتج نتيجة اللي الشخص بيتخازل عن التشخيص الشخص بيكسل الشخص بيشرب لبن وخلاص عشان يقلل الحموضة أو مية غزية كل حاجات دي هتقلل الأعراض في حدود ديقتين تلاتة ولكن هترجع تلات أضعاف فبالتالي نصيحة لأي حد بيعاني مركزة عمري والحموضة ابدأ بنفسك امنع المقليات والسمنة والزيت والحاجات الحراءة والسبايسي فود والحاجات الحمضية قللت شوية اللمون نعناها برطقان التجل القلويات شوية ولازم تعرض نفسك على طبيب جهاز هضمي عشان خاطر هل الفترة اللي أنا عشت فيها في الحموضة دي أثرت علي ولا ما أثرتش علي هي دي المهمة بالنسبة لنا طب بالنسبة لو أنا عندي مشكلة فاتئة في الحجاب الحاجز سهلة جدا علاجها عن طريق اللي احنا بديدي الأدوية الخاصة بكده زي بنعمل بريكوشنز أو تعليمات للمريض ده ممنوع كذا وكذا وكذا والأكل ده لو انت كلته هيؤدي إلى غسيان وهيؤدي إلى حموضة وممكن يؤدي إلى الاختناق أو الوفاء فنخلي بلنا كويس قوي اللي حتى الحموضة سبب بسيط قوي ولكن بيؤدي إلى مضاعفات ومشاكل كتير عشي خالص يا دكتور حضرك دوقتي هننتقل لحاجة تانية بقى السمنة عراض السمنة طبعا كتير من الشعب المصري بيعاني من موضوع السمنة والستة بتبتدي أنها تقولها خس لا من بكرة بتدي بيأكلوا أكلات كتيرة جدا علشان هم هيعملوا الرجيم بكرة وبيأكلوا أكلات كتير وما بيخصوش بيمشوا على النظام مش مزبوط حضرتك عارفا فيه تقنية حضرتك أنت تتبعها البوتكس مع بلون المعدة هل فعلا بيفيد مريد السمنة؟ ببساطة عايزين نشخص بس السمنة عن طريق اللحنة الأكل يساوي حركة يعني بمعنى صح لو أنا بأكل كمية أكل المفروض اللي أنا بأحرقها على هيئة الطاقة وتمثيل الغذائي وحركتي اليومية حتى في كلامي وحركتي ولكن الأكل الزيادة عن طاقتي بيؤدي إلى تركمه في الكبد على هيئة دهون الكبد ويوم بعد يوم الشخص بيزيد في الوزن ولكن لو أنا كمية الأكل تساوي كمية الحركة بتاعتي مش هتحصل سمنة طب أنا مريد سمنة إزاي؟ إلا أنا بدخل مثلا 2500 سعر وأنا بحرق 2000 سعر فبتلي أنا كل يوم بزيد 500 سعر أنا عندي أصحابي كتير يا دكتور بيبقوا داخلين بيأكلوا طول الوقت داخلين بيأكلوا وبيقولك عايزين نخس لا ما هديه غلطة مش كيلة كبيرة إلا أنا لازم أخلي بالي كويس قوي إلا أنا لو أنا أكلي فعلا كتير يبقى لازم حركتي كتير مضعفات السمنة يا دكتور هي دي مضعفات السمنة من أخطرها يعني دهون الكبد مثلا دهون الكبد دولة تقل أهمية عن فيروسات الكبد وبتصيب الشخص بالخمول عندنا مشاكل كتيرة جدا زي آلام المفاصل والعظام وناس بتتجه نحو تغيير المفاصل والعظام مع أن الحل بسيط إلا أنا أخفف الحمل عن المفاصل والعظام صعوبة بالتنفس والاختناء أثناء النوم أو السليب أبني ودي حاجات معروفة أول من مريض السمنة ولما بيخص بحدود 15 كيلو المشكلة دي بتختفي تماما السكر من درجة تانية من الأهم المخاطر الخاصة بالسمنة عن طريق إلا أنا لو والدي أو والدتي عندهم سكر لو أنا سبت نفسي زيادة في الوزن هيؤدي إلى حدوث السكر عندي بنسبة 90% ولكن لو حفظت على وزني مش هيجي لي سكر حتى لو والدي أو والدتي عندهم سكر ارتفاع ضغط الضم وتصلوا بالشرايين والكليسترول الكل ده بيجي من زيوتهم وهدرجة والحاجات اللي فيها زمنة وزيت هتؤدي إلى اختناق الأوردة والشرايين ثم تؤدي إلى ارتفاع دكتور ده ضغط الدم تكايس المبيض والبلوسيستيك أوفري ده خاص بالسيدات وسيدات كتيرة قوي بتتاجر للأطفال الأنابيب والحقن المجهري بمبالغ راهيبة ولكن العلاج بسيط عن طريق اللي الشخص يخص في الوزن هيؤدي إلى التكايس المبيض ده هيتعالج بصورة بسيطة وهيحصل الحمل والإخصاب بصورة سهلة كمان للرجال رجال كتير جدا بتعاني من مشاكل في الحيوانات المنوية وسيدات بتعاني من مشاكل في بوايدات ببساطة المصنع نفسه اللي بينتج الحيوان المنوي أو البوايدات الغزاء بتاعه في مشكلة عن طريق الوريد والشرايين بدل ما هو مفتوح وبيغزي المصنع كويس أنا أفله بالدهون والكوليسترول ولكن لو أنا نزلت في الوزن بصورة كويسة المصنع ده هيتغزى كويس فبالتالي الراجل هيصنع حيوانات منوية كويسة والسيدة هتصنع بوايدة كويسة فبالتالي لا هيبقى فيه مشكلة تأخر إنجاب ولا هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للسيدة أو بالنسبة للراجل مشاكل نفسية بنشوفها كتير قوي عند السيدات العزلة والاختناية ومشاكل كتير قوي لأي شخص عنده سنة دايما قاعد في البيت يؤدي إلى الاكتئاب وبيروح لدكتور نفسي والدكتور بيدي له مضاد اكتئاب ولكن ما بيعالجوش من السبب لأساس الاكتئاب وهو السنة يعني ببساطة لو أنا عندي مشاكل في الكبد لو عندي مشاكل في السكر لو عندي مشاكل في تأخر الإنجاب لو عندي مشاكل في المفاصل في بهذا التنفسي فأي حاجة من جسمي لو هي السمنة السبب الأساسي بيها يريد تبدأ بعلاج السمنة عشان خاطر لو أنت هتعالج السبب مش هتضطر أنت هتعالج العرض حضرتك فعلا بلون المعدة بيكون لها تأثير إن لما بتتعامل إن ست بيكون لها الفرصة كبيرة للحمل أي طريقة من طرق التخصيص سواء حتى الكالوريك دايت أو بوتوكس أو بلون المعدة أو التكميم أي طريقة اللي أنا بخص بيها في الوزن هتؤدي إلى تحسن صحتي تحسن كل المصانع الخاصة بإنتاج الحامات المنوية أو البوايدات فبالتالي أي شخص هيعمل بلونة هيعمل بوتوكس هيخص في الوزن بصورة طبيعية عن طريق الكالوريك دايت هيؤدي إلى المشاكل تأخر الإنجاب هتختفي تماما الفيديو بكتور بلون المعدة زي ما احنا شايفين مع الخبير بلون المعدة دي من أحدث طرق ده وقت العلاج السمنة وهي عن طريق المريب بيجي صايم 8 سعاب بياخد منهم 5 دقائق وبنتطمع على المعدة الأول طبعا المفهاش قرح أو التهابات لو كويسة بنملأ بلونة زي ما احنا شايفين وبنملأها في حدود 50-60% من حجم المعدة فحجم المعدة دلوقتي مترجم اللي فيه أكل في أحساس الشراهة أو هرمون الجريلن اللي بيفرز من المعدة بيحفز المخ اللي هو يفتح باب التلاجة مترجم اللي فيه أكل في بطني فبالتالي أحساس الشراهة بيقلب في حدود من نسبة 50-60% زي ما احنا شايفين كده بلون المعدة في ملناها وقتها بتبقى في حدود 3 دقائق تشخيص بطمنع الجهاز الهضم و3 دقائق بملة البلون أو الكابسول وإزالتها برضو ببساطة عن طريق الفم طب بلون المعدة دلوقتي هي أحد الصيحة في التخصيص عشان خاطر هي اسلوب غير جراحي المريب ما بيحتاجش تقدير فبالتالي زي ما حضرتك شايفة مريض عنده قلب وضغط وسكر فبالتالي أمان ليه مدى أنا ما عرضتوش للجراحة أو للمشرط فبالتالي من الحاجات الجميلة جدا لبلون المعدة اللي هي ما بتحتاجش تدخل جراحي وآمنة للأطفال والكبار ومرضى القلب والسكر والضغط ومن الحاجات الجميلة اللي أنا ما بيحتاجش المالتي فيتامين زي التكميم أو تحويل المسارف أو الستشور أو طول الحياة بلون المعدة هي عبارة عن أكل جوا بطنك فبالتالي أنا ما بيحتاجش اللي أنا دخل فيتامينات زي عمليات الجراحية وكمان من حاجات الحلوة النزول الوزن بصورة سريعة كمان اللي احنا ما بنحتاجش اللي احنا ندي فيتامينات أو ما بنحتاجش اللي احنا نعمل فتحات جراحية البلون بتتخش عن طريق الفم زيها زي الأكل وبتخرج برضو عن طريق الفم زي ما احنا شايفين فبالتالي ما فيهاش أي مضعفات أو أي مخاطر بالنسبة لأي شخص بيعاني من السمنة أو أي شخص عنده مشاكل في القلب أو الضغط أو السكر رجال لكم حضرتك هنتكلم عن البوتوكس يا دكتور بوتوكس المعدة زيه زي بلون المعدة اللي أنا بخش بالمنظر الأول بتطمن على معدة الشخص لو معدته كويسة ما فيهاش أي مشاكل بنحق مادة بوتوكس فيه جدار المعدة ومادة البوتوكس دي بتؤدي إلى شلل في العضلات بتاعت المعدة وتراخيها فبالتالي لما أنا عضلات معدتي ما بتنقبطش بصورة سريعة الأكل هيعف في معدتي فترة طويلة فبالتالي برضو المخ مترجم اللي فيه أكل لسه في معدتي فمشافت أحباب التلاجة واكل يعني ببساطة بوتوكس تقنية جديدة بنستعملها في الوش والبشرة ولكن دلوقتي أحدث حاجة فيه الجهاز الهضمي عن طريق اللي أنا بحق انجدار المعدة من بادة البوتوكس فبيؤدي إلى اللي الأكل بيعه في معدتي فترة كبيرة فبيؤدي إلى حدوث إحساس الشبع نفس فكرة البلون أو التكميم أو حتى تحويل المسار الفكرة ببساطة هو البوتوكس ده في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة هي لسه تقنية حديثة هي لسه تقنية حديثة وتقنية كويسة جدا لو أنا عندي السمنة في حدود من 5 إلى 15 كيلو يعني لو أنا عندي زيادة في الوزن من 5 إلى 15 كيلو البوتوكس ما فيش مشكلة فيه بس لازم برضو لحنا نلتزم لازم لحنا نخلي بالنا من الأكل الصحي والكواليتي بتاع الأكل ولكن لو أنا وزني أكتر من 15 إلى 20 كيلو يفضل بلون المعدة لو أنا عندي مشاكل في القلب أو الضغطة أو السكر أو مش هينفع أعمل تكميم أو تحويل مصار ما سيبش نفسي لمضاعفات السمنة لا ممكن أعمل بوتوكس أو أعمل بلون المعدة وكمان بوتوكس المعدة مفيد جدا جدا للناس اللي عملوا تكميم أو تحويل مصار وفشلوا في عملياتهم هل ساعتها اللي احنا نيجي نقول لهم ما فيش علاج لا ممكن نحن نحق مادة البوتوكس في مكان العملية فبيؤدي إلى تأخير خروج الأكل وبالتالي المريض بيرجع يخص مرة تانية يعني بوتوكس مناسب لو شخص عنده كمية كيلوات قليلة عايز ينزلها لو شخص عامل تكميم أو تحويل مصار والعملية فشلت أو منزلش في الوزن ولكن لو الوزن بزيادة نممكن نعمل بلون المعدة عشان خاطر بلون أمان للكبار والصغار ولكن الوزن لو فوق 35 معدل كتلة الجسم نساعتها احنا بنخلي الشخص لو هو عنده المقدرة الصحية اللي هو يعمل عملية جراحية ما فيش مشكلة فيها وبرضو من أهم الحاجات اللي احنا لازم نعرفها للأطباء والمرضى ياريت لو قبل ما تعمل أي عملية جراحية أو حتى عملية غير جراحية زي بوتوكس أو بلون أو هتعمل عملية جراحية زي التكمية أو تحويل المصار ياريت تشرفنا تعمل منزل معدى تطمن على معدتك كويسة فيها مشاكل ولا لا عشان خاطر حتى لو أنا عندي قرح في المعدة يبقى أنا هأجل البوتوكس أو بلون أو التكميم لحد ما القرحة تلتائم تماما لو أنا عندي مشاكل فيه الجهاز الهضم لازم يتعالج الأول فنصيحة لأي حد عايز يعمل عملية جراحية اطمن على جهازك الهضمي قبل ما تعمل أي حاجة عشان بنشوف مشاكل كتيرة قوي وتسريب ومشاكل فيه عمليات السنة ولكن علاجها سهل جدا اللي أنا خلي بالي الأول وعمل المنزار بتاع المعدة عشان فيه ناس كتير بتعمل تكميم المعدة بيؤدي إلى حمودة مستمرة عشان خاطر الشخص ده أصلا عنده فتق في الحجاب الحاجز فبالتالي فتق الحجاب الحاجز ما ينفعش لنا أعمل تكميم الأصح ليه تحويل المصار ولكن المريض بيصر ويعمل حاجة غلط عشان خاطر الدكتور ما شافش الجهو المصورة أو جهو الجهاز الهضمي فبيؤدي إلى مضاعفات كتيرة جدا فنصيحة لأي حد عايز يعالج السمنة اتجه نحو الطبيب المختص اتجه نحو التشخيص الأول للجهاز الهضمي افهم جهازك الهضمي ومعدتك إيه اللي نسبها بالضبط الموضوع مش اللي أنا اختار حاجة وخلاص عشان خاطر تقلي نفسك من مضاعفات السمنة لازم تختار الطريقة المناسبة ليك وأي شخص بيعاني من السمنة يريد تبدأ الأول بنفسك معنا تقرير لعيادة تجميل دكتورة في مركز حضرتك دكتورة هيبة ده اسم تجميل ده اسم تجميل خاص بنا لسه الاسم ده جديد عندنا وده عملناه عشان خاطر مضاعفات السمنة بعد علاج السبب طب نسمع التقرير ونرجع لحضرتك معاك دكتورة هيبة الهواري أخصائي تجميل من مركز دكتور أحمد طاية زي ما عودناكم إن احنا بنوفر أحدث أساليب إنقاص الوزن وعلاج مشاكل السمنة والنحافة دلوقتي كمان مع افتتاح قسم التجميل ووفرنا لكم أحدث أساليب علاج مشاكل ما بعد إنقاص الوزن أول مشكلة بتقابلنا هي الستريتش ماركز أو علامات تمدد الجلد ودي بيتم علاجها عن طريق حاجتين أول حاجة هو الدرما بان والميزو ثيرابي وهنا هنستخدم الهيليورونيك أسد والستام سالز الستام سالز بتعيد تاني تكوين طبقات جلد سليمة صحية من أول وجديد تاني حاجة بنستخدمها في علاج الستريتش ماركز هو الليزر ليد لايت وده بيحفز إنتاج الكالوجين والإلاستين تاني مشكلة بتقابلنا على قد ما هي مشكلة صعبة جدا وبتزعج الناس كتير على قد ما حلها سهل جدا هي تراهل الجلد وتراهل الجلد بنعالجه عن طريق جهاز الراديو فريكوينسي أو الار اف تالت مشكلة بتقابلنا هي السيدوليد والسيدوليد هو وجود تعريج في سطح الجلد سبب وإما نقص الوزن أو كمان عدم اتباع حمية صحية سليمة وعدم ممارسة الرياضة وعدم شرب الماء الكافي بيساعدنا في علاجه جهاز الفيكيوم والنانو تكنولوجي النانو تكنولوجي هي نوع من أنواع الميزو ثيرابي بيتم توزيعه عن طريق الدرما رولر رابع مشكلة بتقابلنا هي مشاكل تساقط الشعر وتساقط الشعر بيحدث نتيجة نقص الوزن برضو بيبقى سببه نقص المعادن والفيتامينات في الجسم بنعالجه عن طريق حكتين برضو بجهاز الدرما بال بس المراد نوع ميزو ثيرابي خاص بالشعر وكمان بيبقى فيه بلازما ثيرابي البلازما ثيرابي دي بيبقى عن طريق سحب دم وبيتفصل بجهاز السنتروفيوج وبنعيد تاني حقن البلازما للشعر خامس مشكلة بتقابلنا هي مشاكل البشرة ومشاكل البشرة علاجها عن طريق جهاز الهايدرافيشل الهايدرافيشل هو أحدث جهاز لعلاج مشاكل البشرة وتنظيف البشرة برضو تنظيف طبي آمن بيتكون من ست مراحل أول ثلاث مراحل عبارة عن تنظيف للبشرة والثلاث مراحل التانيين هو عبارة عن تغزية للبشرة بيساعدنا فيهم أربعة كونتينجرز زي ما احنا شايفين الأربعة كونتينجرز دول بيبقى فيهم مواد تنظيف ومواد تغزية وترتيب للبشرة زي ما فيه عشر أنواع للميزوثيرابي فيه حوالي سبع أنواع لتغزية وترتيب البشرة بيختلف استخداماتهم على حسب الحالة وعلى حسب احتياجها وبيتم تحديده عن طريق الطبيب المعالج سادس مشكلة بتقابلنا هي مشاكل نقص الوزن من أماكن غير مرغوف فيها زي مثلا الخدود أو خط الدقن أو اللغة ده من علقه طبعا مشهور جدا الفيلر سواء فيلر الخدود أو فيلر الشفاء أو التاكسس لوك اللي هو نحت خط الدقن ورفع اللغة كمان برضو علامات تقدم السن والتعبير المتحركة اللي هي معروفة بموجودة في الجبهة أو ما بين الحاجب أو حوالي العين وطبعا مشهور جدا حقن البوتوكس والبوتوكس برضو ليه استخدام معانا في علاج السمنة وهو حقن البوتوكس في المعدة سابع حاجة بتقابلنا أو بنقدمها هي الكاستومايز فيتامين دريبس والكاستومايز فيتامين دريبس دي عبارة عن فيتامينز ومعادن بنتم بتحقنها عن طريق الوريد اللي مختلف وجديد عندنا في مراكزنا إن هي كاستومايز يعني على حسب احتياج كل حالة والتانية وعلى حسب الوزن والطول وي البي ام اي أو البادي ماس اندكس طبعا ده بيتم تحديده عن طريق برضو الطبيب المعالج لإن في منها انواع كتير على حسب احتياج الحالة آخر حاجة بنقدمها حاليا في مراكز دكتور أحمد طايع هي عمليات التجميل وعمليات التجميل بتتم تحت إشراف جراحين التجميل وتحت إشراف فريق طبي متكامل بنقدم الخدمات الاتية سواء شفط أو شد الدهون من منطقة البطن المعروفة بالتاميتك وشفط وشد الدهون من منطقة الأرداف والدراعات وكمان عمليات تجبير وتصغير الثدي باختصار في مركز دكتور أحمد طايع زي ما عودناك؟ رجعنا بعد التقرير يا دكتور حضرتك هتكمل معنا البوتيكس وبلون المعدة حضرتك عايزين نعرف هاي أي إنسان بيمشي معايا بلون المعدة أو البوتيكس ولا فيه ناس ماينفعش معايا الموضوع ده ونا عارفة كمان أن حضرتك أي مريض بيجي عند حضرتك زيارة في العيادة حضرتك أول حاجة بتنصحه اتضيت طبعا طبعا دي أول حاجة سؤال حلو جدا عن طريق اللي فيه مرضى كتير قوي بنسمع الكلام ده أنا صاحبي عمل تكمين فأنا عايزة أعمل زيه صاحبي يطيه عمل البلون فأنا عايزة أعمل زيه الموضوع ده خاطئ تماما عن طريق اللي أنا لازم أخلي بالي الأول وأعمل الاختبار يعني أنا كمريض أي مريض بيجي للمركز بنعمل اختبار المريض بيراعي ربنا في الأكل والشرب لازم نعمله الخطة أو الإسكادة والبتاع الأكل بتاعه ولازم مريض نفهمه نفسيا إيه الحاجات اللي هتشبعك وما فيهش سعرات حرارية عالية وإيه الحاجات اللي فيها هاي كالوري ماينفعش تيجي ناحيتها خالص وبنجرب وفي أسبوع التجربة ده لازم المريض بيعمل الفحوصات الخاصة بالفايتامينز فيتامينز مهمة جدا لمعدل الحرق ناس كتير قوي بتيجي تقول أن معدل الحرق بتاعي قليل والسيدات معدل الحرق سهل جدا نحن نزوده عن طريق اللي نشوف الفيتامين اللي وقع إيه وده عن طريق تحليل بسيطة كده زي تحليل الفيتامين دال وهي تحليل بماغنسيوم والزينك والبوتاسيوم عن طريق اللي لو فيه حاجة من الفايتامينز دي وقعها سهل جدا أنا أوديها للمريض فبالتالي مش هاحتاج حتى يعمل بلون أو تكميم عن طريق اللي أنا علكت السبب فياريت نصيحة لأي حد عايز تعمل عملية جراحية اعمل تحليل الفيتامينز الخاصة بمعدل الحرق ابدأ باختبارك وبعد الأسبوع شوف النتيجة حضرتك فيه سؤال جنة من مريض عنده فيروس سي وعنده عضلة القلب تعبينه تمام حضرتك هو ما بيستعملش كده أدوية فيروس سي حضرتك نصحتك لي زي يمشي على هي نفس الفكرة برضو اللي احنا لازم قبل ما نبدأ الإجراء في العلاج عن طريق اللي احنا ندي دوا فيروس سي احنا دلوقتي وزارة الصحة بقالنا فترة اللي احنا ماشيين على بريكوشنز أو تعليمات اللي المريض قبل ما ياخد دوا فيروس سي لازم يعمل تحليل سيولة الدم الخاصة بالقلب لازم يعمل الكوليسترول لازم يعمل وظيف الكبد الكلة سرعة الترصيب فحوصات شاملة عن طريق لنا لو انا كمريض فيروس سي وعندي مشكلة في القلب فبالتالي طبيب القلب لازم يصلح المشكلة الخاصة بالقلب عشان اعرف اخد الدوا انا كمريض سكر لازم السكر بتاعي بقى مزبوط عشان حتى لو خدت دوا الفيروس هيؤدي الى نتيجة كويسة ما هيؤديش الى نتيجة وحشة عشان زي ما احنا عارفين مرض السكر بيؤدي الى قلة المناعة ودوا الفيروس برضو بيعمل مشاكل في المناعة فبالتالي يا ريت نصيحة للشخص اللي بيسأل انت مدام المشكلة عندك خاصة بالقلب لازم تتاجه للطبيب القلب الخاص بيك يعالج القلب وبعد كده سهل جدا اللي انت تاخد علاج الفيروس عن طريق لنا حتى علاج القلب عن طريق أدوية بسيطة يعني سهل اللي انا ااخد الدواء ولكن الطبيب المختص الخاص بالقلب هو اللي ييجي يقول لي خلاص انت امان اللي انت تاخد الدواء ده وده عن طريق اللي احنا لازم نعمل فحوصات الطبية قبل من ااخد علاج الفيروس حضرتك يا دكتور وقت البرنامج مش مقضي الاسئلة اللي معنا شكرا حضرتك شرفتنا وان شاء الله تبعدنا بالزيارة للبرنامج تاني شكرا ومرسي خالص وبالتوفيق للمركز الجديد ان شاء الله شكرا وفي حملة هتخص يعني هتخص حيزين المشاهدين تشرفت بوجدي معاكم ويا رب اكون اصعدتكم